اشتباك المسلح مستوى التنسيق الأمني الذي بدأ في أوسلو وبقي حتى اليوم فما هو مصير هذا التنسيق الذي يحيطه انعدام للأفق السياسي وأزمة المالية تعاني منها السلطة الفلسطينية محاولات الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني التقليل من حجم المواجهات المسلحة الأخيرة بين الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن الوقائي الفلسطيني في مدينة نابلس قبل عدة أيام أضاء مجددا التنسيق الأمني بين الطرفين وارتباطها بالتطورات السياسية والأفق السياسي المنظور التنسيق الذي بدأ بعد تأسيس السلطة الفلسطينية في تسعينيات القرن الماضي كجزء من استحقاقات اتفاقية أوسلو شهد تقلبات كثيرة كالتقلبات التي شهدتها العلاقات بين الجانبين على مدار السنين في ظل التغيرات السياسية التي شهدها الطرفان من صعود اليمين الإسرائيليين الحكم حتى وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وخلافته من قبل أبو من ولعل أولى الحوادث كانت حينما فتح جندي فلسطيني النار باتجاه جنود إسرائيليين أثناء قيامهم بدوريات مشتركة في مدينة قلقيليا وأدى إلى مقتل جندي إسرائيلي من أحدها بالسلطات الإسرائيلية وقف تلك الدوريات آنذاك في الضفة الغربية وقطاع غزة أشهر كليلا قبل تفجر الانتفاضة الثانية ثم كانت الانتفاضة الثانية وما قابلها من اشتياح عسكري إسرائيلي لمناطق السلطة ومهاجمات مقار الأجهزة العسكرية الفلسطينية وعلى رأسها مقار الأمن الوقائي في بيتونيا جنوب رمالة الجهاز الأبرز فيما يختص بالتنسيق الإمني المشترك والذي ترأسه آنذاك جبري الرجل التنسيق الأمني بين الطرفين بقي في غياب الأفق السياسي واستمرار حكم نيتانياهو ودعمه للنهج الاستيطاني شعرة معاوية التي يتمسك بها الطرفان كل من أجل مصالحه الأول لتوفير الأمن لعموم الإسرائيليين وبضمنهم الأعداد المتزايدة من المستوطنين الذين يقيمون على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية أما الآخر فيبحث عن تحقيق مكاسب تعينه على البقاء مدة أطول في السلطة في وقت فشل فيه في تحقيق مكاسب فعلية تذكر لشعبه معادلة وإن اختلت فيها موازين القوة ورجحت بها كفة على الأخرى بصورة مبالغة لن يطول بها الزمن حتى يستفق الطرفان لواقع لا يمكن التراجع عنه حول ذلك انضموا إلينا في الاستوديو المستشار السابق من نصق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية لونو فيتار سيد أول مرحبا بك معنا وعبر الكاميرا من مدينة رمالا ينضم إلينا سيد جمال زقوت القيادة الفلسطينية والقيادة في الانتفاضة الفلسطينية يا الأولى سيد جمال مرحبا بك معنا أيضا سيد ألون دعني أبدأ معك فيما يتعلق بهذه القضية تحدثنا كثيرا عن الاشتباك المسلح الذي جرى ولكن نردنا العودة إلى التاريخ قليلا وإلى فترة دايتونما قبلها وما بعدها لربما الصورة اختلفت نوعا ما ولكن في مراحل عديدة كان هناك انعدام للأفق السياسي برأيك إلا أي مدى يؤثر هذا الانعدام في الأفق السياسي على مستوى التنصيق الأمني بين الطرفين بالنظر والعودة إلى السنوات الماضية هذا سؤال مركزي لما نحكي على مستقبل العلاقات بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي وكمان الأمريكي نحن نحكي على ثلاثة عناصر الموجودة قبلنا أمريكان والفلسطينيين وإسرائيليين حاسة في الحديث الأمني لما نحكي على شغلات أو شؤون مدنية في جانب الفلسطيني ولكن لما نحكي على موضوع العسكري العسكري والأجهزة الأمنية الفلسطينية في ثلاثة عناصر اللي في تأثير عليهم على النشاط والعمليات وأكيد إنه في دائما علاقة مباشرة بين العلاقات أو التنسيق والتعاون تعاون بمعنى إيجابية بموضوع الأمني وموضوع السياسي نقدرش نفصل بينهم بدون أي تفكير ولازم نذكر إنه الجانب الفلسطيني لما نحكي على الأجهزة الفلسطينية كلهم حاسة في دافة غزة هي دولة لحالها يعني أو منتك لحالها لما نحكي على دافة الجانب الفلسطيني بيقدرش يدير الأمور الأمنية الأمنية تابعه بدون تنسيق مشترك وكمان دائم مع الجانب الإسرائيلي وبدون ما بحكيش تعليمات بدون تدريب ومساعدات وتمويل من الجانب الأمريكي كمان كل التدريبات والمنورات والمركبات والتمويل ومنورات عسكرية وكذا جايين من أمريكا كمان لما كل الكتائب تابع ديتو نحن نحكي على تسأ كتائب اللي موجودة في دافة هدولة بيعملوا تدريبات ومنورات في أوردن هذا برعاية أمريكا عشان هيك لازم نذكر اللي نحكي على كمان سؤال في أسعيل اللي موجودة على التاولة كتع العلاكات بين أمريكا وسلطة الفلسطينية وسؤال هل تأثر تأمينه؟ والمستوى السيادة هذا بأثر كمان أو راح يأثر كمان على موضوع الأمني والاستكرار الأمني داخل السلطة الفلسطينية سيد جمال لكي نطرح وجهة النظر الأخرى نقول هنا في السوديو ونطرح تساؤل إذا ما أثر اعدام الأفق السياسي على مستوى التنسيق الأمني هل تعتقد سيد جمال بأن التنسيق الأمني منفصل عما يجري سياسيا أن هذا تنسيق في نهاية المطاف يجب أن يبقى محافظا عليها أمريكيا إسرائيليا فلسطينيا على الرغم من عدم وجود أفق سياسي فيما يتعلق بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي يعني قبل الإجابة على هذا السؤال أنا أود أن أقول أن متحدثك من السوديو يصور وكأن ما يسمى بالتنسيق الأمني هو خدمة إسرائيلية تقدم للفلسطينيين بصراحة هذا الكلام غير دقيق وغير صحيح التنسيق الأمني كان في إطار اتفاق كان يجب أن يفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عام تسعة وتسعين هذا الأمر لم يتم في ذلك الوقت التنسيق الأمني كان له وظيف محدد وهو حماية أمن الاتفاق وحماية المصالح الأمنية المتبادلة للطرفين بعد عام الفين وحيث أخذت إسرائيل المسؤولية الأمنية باشتياح المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية أعتقد أن الأمر تغير كثيرا أعيد غصيب هذه المعادلة جزئيا بعد عام الفين وسبعة عندما تسلم سلام فياض وأنا كنت مستشارا له مسؤولية الحكومة الفلسطينية ووضعت قواعد جديدة مختلفة لمفهوم التنسيق الأمني الذي كان يجب أن يفضي أيضا إلى أفق سياسي حددته سواء خارط الطريق من ناحية أو مؤتمر أنابوليس من ناحية ثانية للأسف الشديد الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي لم يلتزم بأي من هذه القواعد التي حددت في خارط الطريق واتفاقية أنابوليس أو قواعد أنابوليس الأمر الخطير في هذا الأمر أن التنسيق الأمني أصبح وكأنه أمرا مفتوحا له وظيفة واحدة في ظل غياب أفق سياسي جوهره وهذا السؤال هل يتأثر برائه تنسيق الأمني على الرغم من عدم الفق سياسي بالتأكيد لأنه دون ذلك دون عملية سياسية يصبح كما يقول متحدثك وكأن التنسيق الأمني هو خدمة تقدمها إسرائيل للفلسطينيين في وقت أن الواقع يقول بأن ما يسمى بالتنسيق الأمني أصبح وكأن وظيفة الشعب الفلسطيني حماية أمن القوة التي تحتله هذا أمر ومفارقة غير مقبولة وحتى لو قبلتها النخب السياسية أو السلطة الفلسطينية أو المؤسسة الأمنية الفلسطينية لاعتبارات محددة أنا أعتقد أن الشارع الفلسطيني لا يقبلها ودري على ذلك سلسلة القرارات وإن لم تكن قد نفذت التي اتخذت في إطار منظمة التحريف الفلسطينية والتي دعت إلى وقف التنسيق الأمني بالصيغة التي يجري الحديث عنها نحن أمام خيارين إما أفق سياسي يحدد المدة الزمنية لنا احتلال وبالتالي تكون وظيفة التنسيق الأمني حماية العملية السياسية التي يجب أن تفضي الأنهاء الاحتلال وإما أن هذا الأمر غالب موضع تساؤل إلى متى سيكون أمام الفلسطينيين مسؤولية حماية أمن الجيش الإسرائيلي الذي يحتل الأرض الفلسطينية ويحتجز حرية الفلسطينية هذه المفارقة غير موجودة على الأرض هذه المفارقة غير موجودة في تاريخ البشرية وفي تاريخ كل حركات التحرر وفي تاريخ كل الصراعات التي نشأت على هذا الكوكب على مدار مئات الأعوام الماضية سيد ألون بهذا الطرح أكيد أردت التعقيب ولكن في هذا السؤال ما هو مصير أو مستقبل التنسيق الأمني هل يمكن القول بأن هذا التنسيق سيتم الحفاظ عليه استخباراتيا وأمنيا ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والجانب الفلسطيني على الرغم من وجود قطيعة أمريكية فلسطينية وعدم موجود مفاوضات إسرائيلية فلسطينية الواقع على الأرض بشكل ملموس في الدفة وأنا كنت في الدفة مدة أكثر من عشرين سنة هو لازم وبالتالي لازم نفصل بين الاحتياجات التكتيكية اليومية من ناحية أمنية بين الجنبين وبعطيتنا مزاج والسورة العامية والسنوية والمدة طويلة الستراتيجية زي بيقوله بشكل يومي التنسيق التكتيكي بين الكوات بين الجنبين من ناحية الإسلاح والجولات يا مشتركة يا مش مشتركة والنشاط وكذا هو التنسيق اللي موجود وبيشتغل يوميا مرة في نزول مرة في اغتفاه هذا متعلق كمان هل هو في أدنى مستوياته في هذه الفترة مرات بنزله بنزله لمستوى التكتيكية والتحت لما في مثلا أيام رضب فلسطينية لما في أيام توطر بين الجنبين لما في عمليات لما في عمليات إرهابية في الميدان لما في كتع أي علاكات بين المستوى الاستراتيجية ومستوى الكيادات بين الجنبين يعني هذا متعلق بالجو الجو كمان بآثر على الكوات بكل المستويات بلا شك بس بس إذا فيه توطر أمني أو سياسي بين الجنبين نحن نذكر إنه نحن أو ممكن بنلاحظ إنه فيه تجميد أو تأخير تأجيل العلاكات بين الجنبين في المستوى العولية بس في المستوى تحت في تنسيق في شغل المشترك إذا فيه جو إيجابي بين الجنبين نحن كمان نحكي على تكبير وتشديد العلاكات كمان بكل المستويات كمان في المستوى العولية بس بالإحتياجات التكتكية الشغل المشترك والتنسيق بشتغل إذا فيه توسيع إذا فيه تطوير إذا فيه إمكانية لتكبير العلاكات هذا متعلق بالجو العام سيد جمال كما ذكرت هناك كانت قرارات للمجلس المركزي الفلسطيني وحتى المجلس الوطني بوقف التنسيق مع الجنب الإسرائيلي هذا لم يطبق على أرض الواقع كيف يمكن أن نفسره وهل يمكن القول بأن دايتون وما بعده وبأن الأجهزة الأمنية موّلت ودربت على يد الولايات المتحدة الأمريكية هذا أمر يؤثر في هذا الملف أنت ذكرت دايتون عدة مرات دايتون أخرج بطلب فلسطيني في زمن يعني رئاسة الوزراء من قبل سلام فياض لأنه أراد أن يحول الإنجاز الأمني الذي حققته السلطة الفلسطينية في تشكيل العقيدة الأمنية الفلسطينية في إطار المصالح الفلسطينية وكأنه إنجاز أمريكي وكأن السلطة الفلسطينية وظيفتها أن تخدم الأمن الإسرائيلي لذلك طلب من الإدارة الأمريكية أن تسحب السيد دايتون من الأراضي الفلسطينية هذا أولاً وسانياً أنا أعتقد أن التناقض ما بين قرارات المستوى السياسي في إطار منظمة التحرير الفلسطينية والقدرة على تنفيذ ذلك على الأرض هو ناجم عن التناقض الواقع ما بين الرغبة الحقيقية للقيادة الفلسطينية باستمرار العلاقة مع إسرائيل وصولاً إلى تسوية سياسية طرد الشعب الفلسطيني والإحجام الإسرائيلي لذلك السلطة الفلسطينية ربما لا تريد أن تقطع هذا الأمل نهائياً رغم أن الوقاعة التي تجري الآن بعد ضم القدس بدعم من ولاية المتحدة الأمريكية واعتبار أن القدس بأكملها هي أراضي إسرائيلية والنية كما يقول فريدمن بأن مستوطنات هي أراضي يعني يمكن ضمها لإسرائيل وأنه لا يوجد قضية لاجئين أي تقويد كل عناصر الحل السياسي فعن أي أفق سياسي نتحدث هذا الأمر أنا برأيي يضعف القيادة السياسية الفلسطينية ويضعها في موضع ضعيف جداً وموضع حرج جداً أمام الشعب الفلسطيني السؤال المطروح هل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تريد تسوية سياسية يقبلها الشعب الفلسطيني أم تكون مفروضة على مجموعة من المسؤولين الفلسطينيين الذين ربما في الوقت الحاضر يعني لا يوجد دائم خيارات أخرى أنا أعتقد أن الوضع حش جداً وحرج جداً وأن ما تعده له إسرائيل بالالتفاف على القيادة الفلسطينية نفسها سيضع القيادة الفلسطينية أمام مسؤوليات تاريخية أنا أعتقد هذا يفرض على أطراف المجتمع الدولي الأخرى لأن الولايات المتحدة يجب أن لا تكون اللاعب الوحيد الذي ينهاز بالكامل من يسمع السفير فريدمن من يسمع السفير فريدمن وكأن هناك ناطق باسم حكومة إسرائيلية وليس طرفاً ثالثاً يريد أن يوصل الطرفين إلى قصة من قبل الطرفين وفق القواعد التي كان متفق عليها وهذا السؤال سيد ألون سوف تفضل بسرعة جملة كثيرة بني ذكر لزميلنا في الدفة أنه بس قبل كام شهور الجانب الأمريكي أمريكا بعثت عاشرة مراكبات مدرعة للدفة الغربية عاشرة مراكبات مع كل الأملاك ولكن على النقيد من ذلك لاحظوا يا جماعة والجانب الفلسطيني طلب هذه الأملاك هؤلاء المراكبات عاشرة لإحتياجاته نفسه داخل الدفة الغربية لكن على نقيد من ذلك كان هناك وقف للدعم الأمريكي للسلطة الفلسطينية على المستوى السياسي وقفاً المدى المباشر والسياسي والاستراتيجي وشاهدنا وقفا أيضا الدعم على مستوى الأجهزة الأمنية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأطراف إسرائيلية تحدثت بأنه تم طلب من قبل المخابرات الإسرائيلية وأجهزة الأمن من المخابرات الأمريكية والجانب الأمريكي أن يمرر الأموال لأجهزة الأمن على مدى يدول دعم؟ مضبوط هذا تبعي الجانب الأسرائيلي له مسلحة مشتركة بالنسبة لكوات الفلسطينية لكوات الأمنية الفلسطينية المسلحة المشتركة هي شغل مرتب يوميا شهريا بشكل منزم دخل الدافة الجانب الإسرائيلي بدوش يعنق لهذا الاتجاع نريد أن نصف هذا الموضوع لكن لم يبقى للوقت سيدة لوني فتار المستشار السابق لمنصقة مع الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية شكرا جزيلا لك وشكر موصول لك القيادة الفلسطينية سيد جمال زقوت انت معنا من مدينة رمال